لا عدوان إلا على الظالمين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله وإنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفسه ما قدمت لغذ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات الكريمة تحثنا على التقوى والعمل الصالح يفسرها لنا الإمام علي كرم الله وجهه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل هذا هو اليوم المحطوم لكل إنسان منا وعلى العاقل أن يطاعد وأن يتق الله في القول والعمل ما جزاء المتقين عند الله تعالى يقول الحق جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كدابا أطاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا إبراهيم بن أدهم بمر على أهل البصرة ودراجل عالم كبير قولوله ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا وهو القائد ادعوني أستجيب لكم وإحنا بندعي ربنا يا سيدنا لمن بأدنا سنة ودعوتنا لا تستجيب فقال يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤدوا حقه قلتم نحب الرسول وتركتم سنته أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها دفنتم موتاكم ولم تتعضوا بها حقيقة مسلمة المهم إزاي ربنا يستجيب لكم دعاءكم وقد ماتت في قلوبكم هذه العشرة أشياء الإنسان مننا لابد أن يستعد لهذا اليوم حاسب نفسك قبل أن يحاسبك جبار السماوات والأرض مهما طال عمر الإنسان فلابد من لقاء الرحمن كل يوم بيسيع أصدقاء وحبايب وأرايب وجيران هل اتعضنا إبراهيم بن عدم بقول لهم إيه في سبب عدم إجابة الدعاء دفنتم موتاكم ولم تتعضوا بها العاقل منه يستشد على نفس كل يوم اللهم أسلمت نفسي إليك ولا ملجأ إلا إليك نستعد لهذه اللحظة واحد بنام كان جايب سحوره في رمضان ريحوا هبعي ساعة عزرعين دبت روحا ولا كالسحور ولا كالحاجر فاتقوا الله عباد الله واعملوا بهذا اليوم بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يخطني بحماك دنيا يغرتني وعفوك ضرني ما حيلتي فيها به أو ذاك يا مدركة العبصار والأبصار لا تدري له ولكنيه إدراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبيل وعلاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا لأتوب قلب تائب ناجاك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك كل الطبيب تخطفته يدردها يا شافي الأمراض من أرداك كل المريض مجاوعو في بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح أرداك واسأل بطون النحلي كيف تقاطرت شهدا وقل لشهد من حلاك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراقا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إذا مات ابن آدم إن قطى عمله إلا من فلاس ولد صالح يدعو له علم ينتفع به أو صدقة جارية ما ألشي ولد يرهي يعمل عنه عمر ولا يحب الولد صالح يدعو له أي أن دعاء الإبن لأبيه مستجام عند الله نرجع للقرآن الكريم بأي يؤلنا الحق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرعى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى باسم وباسم السادة أعضاء هيئة التدريس بجماعة الزقزين والدكور ممضوح الحاضر معنا عميد كلية التربية الرياضية نقدم خالص العزاء للحج المحمود الهواري عميد عائلة قصبر وندعو الله أن يسكن الفقيدة فسيح الجنان وأن يلهم أحلها وذويها الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باته تانته ترجمة نانسي قنقر